ولنقاش هذا الموضوع يحضر معنا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي دكتور فالح الخطاب أهلا بكم دكتور قبل أن نبدأ ورد في خبر عاجل قبل قليل نقلا عن لجنة منظمة لتظاهرات ثورة الكرامة جاء فيه دعوة العراقيين للنزول إلى ساحة التحرير وساحات الأخرى في مختلف المحافظات يوم الجمعة المقبل وفاء للشهداء انطلاقا أيضا دكتور من هذا العاجل والإحصائية الأخيرة التي نشرتها اللجنة المنظمة لتظاهرات تحدثت عن أرقام ربما أكثر ضخامة عن 311 متظاهر استشهدوا برصاص القوات الحكومية وأكثر من 9000 جريح كيف تقرأ هذه الإحصائية الجديدة بأرقامها الكبيرة مقارنة مع إحصائية الحكومة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الكل يتوقع أن هذا الرقم حتى هذا الرقم ليس هو الرقم النهائي نحن لا نقول في بداية الأحداث ولكن نحن في بداية تطورات خطيرة جدا ربما ستكشف الأيام القادمة عن أنه حجم الشهداء قد يصل إلى الألف وقد يصل يعني أما الجرحى فهم بالألوب بالتأكيد هذا الرقم كبير جدا هناك عمليات قتل منظم هناك قضية اغتيالات ستتم هناك اعتقالات هناك تصفيات يعني هذه القضية سوف لن تنتهي نحن فقط في البداية وهذه البداية كما يبدو النظام مصمم على أن يواجه الأمر بكل ما يستطيع من قوة لأنه يستشأر الخطر الكبير الخطر طبعا من الشعب العراقي الخطر الآن في تقديرات النظام أن هذا الشعب استيقظ وأنه لم يعد ينطلي عليه كل ما انطلع عليه في السنوات الماضية خصوصا إذا تكلمنا بالمنطقة الذي يقول أن من يخرج اليوم أو كثير من من يخرج اليوم هو من القاعدة الانتخابية كما يقولون للنظام وبالتالي نحن أزاء معطى جديد التغيرات عميقة وكبيرة والتغيرات الحقيقة ليست سياسية فقط إنما اجتماعية وهناك مواجهة كبيرة مع الشعب العراقي كله وبالتالي أن نصل بعد أيام إلى رقم ألف من الشهداء أو أكثر ربما هذا فضلا عن ما يقوم به النظام بأدواتها القمعية من عمليات اعتقال وقتل ومطاردة وتصفيات خارج كما يسمى خارج الإطار نعم لكن ما الهدف من هذا القمع المتوصل لغم تنديد أغلب المنظمات الحقوقية والدولية بهذا القمع يعني للأسف أنا كلمة رغم تنديد لليوم احنا لم نرى تنديد كبير بالمعنى يعني أن ننتظر أيضا من الدول الدول الكبرى الدول التي تتمشدق بالديمقراطية وتكلم عن حقوق الإنسان يعني الولايات المتحدة الأمريكية اليوم العجيب أنه بومبيور وزير الخارجي الأمريكي وكانه على استحياء يدعو ما يسميه الحكومة العراقية إلى ضبط النفس بعد هذه الفترة يعني لك أن تتخيلي بعد هذه الفترة من الدم والقتل ومن خروج الناس في انتفاضة يخرج وزير الخارجي الأمريكي وهو عراب الاحتلال يخرج علينا ليقول أنه هو اتصل بالحكومة العراقية ويريد منها ضبط النفس يعني هذا طبعا كلام واضح فيه التواطئ أما منظمات حقوقية حقوق الإنسان أو العفو الدولية للأسف يعني للأسف لا تقدم ولا تؤخر يعني كما قلنا في مناسبة سابقة القلق على هونج كونج أكثر بكثير مما يجري من دم يراق في العراق والقضية في العراق لا تحتاج إلى كثير من النظر القضية واضحة شباب في عمر الزهور شباب صغار شباب كبار نساء شيوخ يخرجون الآن ويواجهون بالقمع وبالدم وبالرصاص نسمع أصوات الرصاص بشكل زخات يعني ليست منطقية ولا يمكن تصورها في محيط مثل هذا المحيط بالمقابل بالتزامن مع كل هذا القمع المرتكب من قبل القوات الحكومية متظاهرون في مدينة الصدر يدعون للاستمرار في التظاهرات هناك دعوة من قبل اللجنة المنظمة للتظاهرات بالخروج في جمعة تم تسميتها بجمعة الوفاء لدماء الشهداء إلى أي مدى تظن أن هذا القمع المتصاعد في الأيام الأخيرة ساهم كذلك في إصرار الشعب على مواصلة مساره نعم يعني من يراقب الانتفاضة ويراقب حجم الحشود في الشارع يرى بوضوح أن هذه الانتفاضة تتوسع وتتوسع من كل النواحي حتى من حيث يعني شهدنا في البداية شباب مجرد شباب لكن انضم إلهم أعداد كبيرة فئات أخرى فئات أخرى وخصوصا بعدما سمعوا بحجم القمع وكمية الدم جاءوا وهذا يدلل على أنه هناك قرار ثوري من كل الشارع العراقي الظلم يوحد الناس الظلم الذي نزل على العراقيين وحدهم لأنه العراقي امتهنت كرامته يعني لم يعد عنده شيء كما قيل يعني لا يخسر شيء سوى قيوده إذا أثار وإذا انتفض وهنا الدعوة إلى مظاهرات جديدة ومجمعة أو تجمعات جديدة هذه أيضا ستكون قضية مفتوحة حتى لو نجح النظام في قمع الانتفاضة نهائيا سوف لن تخمد الآن القضية أصبحت هناك يعني تيارين تيار النظام والمنتفعين من عنده قوى الأمنية والقمعية والميليشيات وإيران والشعب العراقي بأكمله طبعا الشعب العراقي لما نقول الشعب العراقي الكلمة التي قالها الشعب العراقي خصوصا من المناطق التي خرج منها هي أنها مسألة اعتبارية يعني فيها اعتبار فيها شيء من الرمزية كبيرة فيها وبالتالي هم يدركون ذلك ولذلك تصرفهم تصرف قائم على الخوف وقائم على أن هذه المعركة الأخيرة التي إن خسروها سيخسرون كل شيء كانت مجلة فريم بوليسي الأمريكية تحدثت أن العراقيين اكتفوا من الفساد وتدخلات الخارجية إلى أي مدى كشفت الغطاء هذه التظاهرات عن مصداقية الحكومة ككل وعن عيوب الحكومة؟ يعني لا أعتقد أنه عراقي واحد يوجد عراقي واحد خارج المنظومة القمعية والمنظومة الفاسدة لا يوجد عراقي واحد يعتقد أن لهذا النظام أي مصداقية لا يوجد أي مصداقية هم يكذبون، يسرقون، يفسدون العراقي متضرر فيه يعني العراقي الذي عنده ابن أو بنت أو عنده أبناء في المدارس يعودون ليخبروه بأنهم ذهبوا إلى المدرسة والمدرسة متهاوية، ساقطة، جلسوا على الأرض مثلا يذهب إلى المستشفى لا يجد علاج ولا يجد دواء بل يموت بل يطالب بثمن الدواء وثمن الكذا يعني أينما ولوا وجوههم العراقي لا يجدون شيء يدلل ليس هناك ليس قضية مصداقية لا توجد دولة أو حكومة يعني هذه قضية خطيرة غياب تام وبالتالي هم يدركون يعني كبار السن يستطيعون أن يفرقون أو يقارنون بين فترة ما قبل الاحتلال وما الآن لكن الشباب هؤلاء الذين عاشوا يعني ولدوا في رحم هذا الاحتلال أيضا الآن تشبعوا بثكرة أنه هذه ليست دولة هذه عبارة عن مزرعة يمتلكها مجموعة من الأشخاص لا يعملون فقط لأنفسهم إنما لدول خارجية يعني يليتهم يسرقون ويعطون شيء للشعب لكن يسرقون كل شيء ويأخذون كل شيء ويفسدون وبالتالي الناس ملت وخرجت عن بكرتئبها كانت هناك دعوات من قبل الجهات حكومية تدعو فيها الشباب للتحاور تدعوه أيضا لأنها أو تكشف أنها استجابت لبعض مطالبه متعلقة بفرص العمل أو بالسكن ومطالب ربما كانت لم تكن مطالب أساسية للمطالب التي رفعت في الشارع إلى أي مدى تظن أن هذه الاستجابة من قبل أو تحرك من قبل الحكومة جاء فقط كرد للموقف الحكومي أمام المجتمع الدولي يعني هو خطوتين أو تفسيرين تفسير الأول توادل أدواره يعني يكلف الشخص الفلاني وليكن ما يسمى رئيش مئس النواب بأنه يتحدث ويتكلم وكذا ويخرج رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ليقول أنه نحن بصدد كذا وكذا وكذا كلام طبعا وعود ثم يخرج ما يسمى رئيس الجمهورية ويدعو كأي مواطن عادي لا يملك أي سلطة يدعو إلى فعل كذا وكذا والأفضل يكون كذا وأدعو إلى كذا مثلا هذا كل من جانب يعني لشراء الوقت وللضحك على الذقون ولتخدير كما هم يقولون المنتفضين أنه هذا عملية تخدير القصد من عدها سحب البساط من تحت أرجلهم ويعادتهم إلى بيوتهم وإلى كذا لكن هناك تفسير آخر أيضا يتعلق بأنه يعني هؤلاء لو صدقوا لو افترضت الآن أنه رئيس ما يسمى الحكومة أو ما يسمى البرلمان أو رئيس الجمهورية لو صدقوا فهؤلاء لا يملكون من أمرهم شيئا هذه عملية ليست فقط محاصصية إنما هي عملية فساد غاية في التعقيد وتركيب يعني كل شيء مباع ومشترى وكل شيء ضمن هذه لك لكي وهذا لي هذا لكم وهذا لنا وبالتالي لا يملك أحد أن يعد أحد يعني الآن لو يأتي رئيس الوزراء ويقول أنا سأعطي كذا وكذا وكذا هو لا يستطيع أن يضمن أنه سيعطيه لا يملك لا السلطة ولا القرار القرار مجير يعني مأخوذ تماما من قوى أخرى يملكها مثلا رئيس الحشد أو تملكها إيران أو هكذا يعني لا يمكن أنه لأحد أن يفي بما يعد هذا إذا كان صادقا في وعده ما هي أهم التحديات التي تقف أمام المتظاهرين خلال اليومين المقبلين قبل الجمعة خاصة أنها تتزامن مع الأربعينية التي حشدت لها إيران عدد مهولة من عناصر الباسيج يعني التورط الإيراني في العراق أصبح كبير جدا إيران الآن توغلت في العراق لكن نقول كلمة واحدة يعني البلعوم أو اللي نسميه زردوم في العراق لا يمكن أن يبلع أو يبتلع اللقمة العراقية اللقمة العراقية لقمة كبيرة جدا وإيران لها أن تدخل وتتورط وتقتل وتسفك الدم لكن نحن لسنا في عام 2003 الوضع تغير تماما يعني في 2003 قامت مقاومة للمحتل الأمريكي وأرهقت الاحتلال الأمريكي ولولا مواقف البعض لكان أمكن إعادة العراق إلى استقلاله وإلى حريده لكن هذا تاريخ مضى ثم قامت هناك انتفاضات قبل هذه الانتفاضة وأيضا لم يقف أحد معها والسبب كان هناك نوع من التغييب تغييب العقول كذا كان هناك وعود كان هناك آمال كان هناك يعني شيء من هذا القبيل مظلوميات كلام يعني كلام لكن كل هذا الآن انتهى وبالتالي نحن إذا شعب واحد موحد لك أن تتخيلي أنه أينما ذهبتي في أنحاء العراق شمالا جنوبا غررا شرقا الناس يستشعرون حجم الفساد ويستشعرون أنه هذا البلد العزيز العظيم العراق قد ذهب أو يتلاشى من بين أيديهم وهم يرون وبالتالي إذا المقاومة العراقية التي وقفت ضد أقوى قوة عسكرية في العالم وأرهقت تلك القوة وكادت أن تفشل المشروع الأمريكي وأفشلتها بالفعل العسكري الأمريكي فما بالنا بمشروع إيراني هو قزم بالنسبة للعسكري الأمريكية كل الشعب العراقي عندما يتوحد ويقول كلمته ستكون هذه الكلمة مدوية ولن يقف وجهها أحد شكرا جزيلا لكم دكتور فالحة الخطاب الكاتب والبحث السياسي حضرت معنا في استوديو العراق اليوم